لحمة الصينية أكلة معروفة وطيبة موجودة بكل بيت وكوناتها نحتاج نصف كيلو لحمة مفرومة نحتاج أربع حبات بطاطا مقطعة بالشكل نحتاج حبتين بندورة مقطعة بالشكل نحتاج ملاتين زيت نباتي وملح وفلفل أسوات حبة بصل مقطعة بالشكل وشوية بقدونس هاي مكونات طبختنا لليوم ما تحتاج كتير مقادير فينا نحط لها كمان حد فينا نحط لها بابريكا فينا كل واحد حسب زوء انا بفضل انه هيك تكون خفيفة الظبهارات بتعطي طعمي زاكي وان شاء الله تنال اعجابكم هلا هنخلط اللحمة قدامكم ونشوف بالطريقة هذه لنحط اللحمة ونحط اللحمة وإنشان نخلطها قدامكم ونحط ونضيف 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 البصلات ونضيف ونضيف ثم اضع البصلات والبعدونس نضع الزيت والبهارات الفلفل وضع البصلات وضع البصلات فحسب وضع البصلات بالتجانس البصلات وضع البصلات حتى تقوم بفتراجب مع البصلات حتى يتجانس البصل نقوم بتحضير اللحم في أصول يوجد بصن بصن يتطعم زاكي لللحم خلصون نشوفكم بعد هالماحة الحبايبي الحبايبي يلقى هيك بعد ما خلطناها سوا كل جنس مع بعضها هلأ نفس الوعاء اللي خلطناها في البخة في هون لأنه هلأ زفرة اللحمة والداني كله هيك ما بتخلي ما بتخلي تعلق الصينية خلطناها نطبخ البطاطا نطبخ البطاطا سهل كثير بالشكل أو كان بطاطا ما بيأسر بطاطا هذا هذا الاستواء كن رميز بروح نيبيا اشترك اللحمة نضغط اللحم بطهراء 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 طبخة سهلة وسريعة وكوناتها ليس صعبة نضغط اللحم بطهراء وكوناتها نضغط اللحم بطهراء هذا مليح كثير منيحة وتأتي طعمية كمان زاكي لأنه فيها حموضة تشبع البلدورة يلا أفضل البلدورة نضيف الناس فقط نضيف الناس ثم نضيف الفرن حرارة 250 فقط نضيف 250 ثم نضيف بصفة و توصفة نضيف طعبة نضيف نضيف الفرن ثم نضيف الفرن بعد ما اخري معنى الفرن نس الفرن ايك هذه النتيجة بعد ما صنع تخريبا 45 دقيقة انظروا هالشكل هي زجرت شوية لانه بس نحط بالفرن ايش بعليه الشيء بده يصير لانه اللحم رضب بس شي الكيف هذا الشكل نحن